مشاهدين للمزيد من المتابع لجهود إطفاء حريق سوق المباركية على الهاتف معنا الرائد رضا السلمان ضابط إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام الرائد رضا أهلا بك معنا ونشكر جهود قوة الإطفاء على السيطرة على حريق سوق المباركية أطلعنا على آخر المستجدات كيف تصير الآن عمليات الإطفاء في مراحلها الأخيرة؟ نعم بداية المساء الخير عليك سعود وأيضا خير على جميع المشاهدين لله الحمد توجت جهود فرق قوة الإطفاء العام التي طبعا كانت مستمرة منذ يوم أمن بمكافحة الحريق الذي اندلع في سوق السلاح في السواق المباركية بالنجاح ولله الحمد تمكنت الفرق من إخماد الحريق بشكل كامل هناك الآن عمليات التفتيش التي تأتي بعد مرحلة إخماد الحريق وهذه العمليات نوضحها أكثر للمشاهدين هي عبارة عن البحث عن بؤر اللهب التي موجودة تحت الأنقاض التي طبعا حصلت فيها انهيارات بسبب هذا الحادث لله الحمد يعني الجهود مستمرة إخوانكم رجال الإطفاء قائمين على عمليات التفتيش بشكل دقيق وبشكل مستمر وهذا طبعا إجراء احترازي أيضا تقوم به في رقوبة الإطفاء العام كذلك يعني أيضا يعني الله الحمد اليوم ظهرت النتائج المؤدية إلى هذا الحريق وهو مثل ما ذكرت حضرتك قبل قليل هو أتى بسبب أعمال اللحيم التي كانت موجودة في أحدى محلات العطور ومن ثم انتشر الحريق وطبعا وقعت كل هذه الخسائر لله الحمد الخسائر البشرية لم تكن موجودة في هذا الحادث احنا طبعا نتطلع دائما إلى أيضا استفاء اشتراطات الأمن والسلامة وهذا دور قطاع الوقاية في قوة الإطفاء العام أيضا المرور على جميع الأماكن والمواقع لتطبيق الاشتراطات الوقائية التي تضمن سلامة جميع هذه المنشآت وخصوصنا اليوم نتكلم عن معلم من معالم دولة الكويت السوق المباركية تعرض لهذا الحادث لله الحمد تمكنت الفرق من السيطرة على الحريق في نحن نقول اليوم ظروف لله الحمد أيضا ساعدت في إخمادة بالشكل المطلوب وأيضا نطمئن جميع المشاهدين الآن نحن عندنا مرحلة إعادة الإعمار ستدخل أيضا باقي الجهات إلى الموقع إن شاء الله لأيضا إزالة آثار هذا الحريق وعودة افتتاح السوق مجدد إن شاء الله لكي يستقبلوا عادة نعم كل شكر لك الرائد رضا السلمان ضابط إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء لك ولجهود قوة الإطفاء العامة وجميع الجهات المشاركة في إخماد هذا الحريق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر